موسيقى مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي بصيرنا يكون ضيفنا فيها دكتور واسين بازي الباحث والمحلل السياسي أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا وسهلا فيك يا ستريتا وبمشاهدي الأوتي في وينعاد عليك بالخير والصحة وإن شاء الله هالشهر بيحمل الخير للجميع إن شاء الله نحن بنعايد عبر أثيرك والأوتي في كل الصايمين مسيحيين ومسلمين تسلم يا دكتور لا صوت يعلو صوت الانتخابات هذه الفترة وإن كنت بدي بلش معك باللي قلته بآخر حلقة عبر الأوتي في لما اعتبرت أنه هناك عبوات على طريق الانتخابات وقد تفجر هذا الاستحقاق بعدك عن نظريتك ولا لا؟ لأنه اليوم كانوا كل المشككين أنه الانتخابات لن تحصل وستطير بالأمطار الأخيرة اليوم ما بيقولوا لا الانتخابات قائمة وما بقى في شي بطيرة حقيقة فيه من وقت ما لتأينا آخر مرة لهلا فيه مصار زمني وفيه مصار لوقائع عم بتتكرس وعم تفرض نفسها على مصرح الأحداث كنا نقول خمسين بخمسين بما أنه بعد فيه شهر ونوص ولحتى نخلي الحذر قائم فينا نقول النسبة تمانين بعشرين لماذا تمانين؟ تمانين لأنه فيه وقائح حاكمة تكرست المرشحين سكروا باب الترشيح هلأ رح تعلن عن اللوائح اللي بده ينسح بين صاحب وبالتالي البروستدور اللي إلوه علاقة بالانتخابات منطلق القوى السياسية والأحزاب مخرطت لحد كبير لحدث الانتخاب مسيطر على البلد كعنوان أول الفقر والجوع نسيته العالم الحضيد اللي نحن فيه الكارث اللي نحن بقلبه فيه شغل لحتى صوت الانتخابات والتنافس الديموقراطي يغلب عليها علما أنه حرام الناس مجتمعة مضحوك عليها بهذا المهرجين وبكل أسف يعني أنا دائما مع أنه أي استحقاق ديموقراطي ياخذ حقه وموعده الآنوني ليكون طريق إلى أمر جديد بس أن تكون هذه الانتخابات وإجراءها سبيل للدخول بشكل جديد من الكارث اللي نحن فيه هذا اللي أنا ما بتمنى لذلك بعد فيه احتمالات أنه ما تصير بس إذا بدي أسند على المعنيين من المسؤولين كله عم يجزم رئيس الحكومة رئيس المجلس رئيس الجمهورية أنه الانتخابات حاصلة والشباب بكل أريحية رايحين يتنافسوا ديموقراطيا الله يعطيهم العافية إن شاء الله هن وعن بيخاطبوه لهذا الناخب يعطوا أولوية أنه هذا ناخب جعان وفقير ومعاني ومستقبله لقدامه مظلم أمانه عائلته غير موجود على قوته اليومي يمكن يكون على علامة الاستفهام لذلك يفترض بهذه الأساسيات تمثل عنصر احترام للناخب لهو المواطن بدون ينتبهوا أنه الناخب هو المواطن صحيح لفق الواحدة وعشرين بس هذا جاي من رحم المعاناة لوان لا يروع صندوق الاقتراع هل في توازي وتوازن بن صندوق الاقتراع وبن رحم المعاناة إن شاء الله يقدروا المرشحين يقنعوا هذا الناخب أنه الواقع مؤهل اللي يكون في المنتخب القادم بمستوى أمال دكتور بس اللي عم تتفضل فيه كتير مهم بس للأسف لهلا ما شفناه ما شفناه إن كان حتى خلينا نحكي عن يمكن اليوم في صراع بالبلد حول حزب الله هو عنوان أساسي بهيدي الانتخابات مشروع حزب الله نحمي ونبني ونحكي عن مشروع استراتيجي ومننسى فقر العالم وجوع العالم والناس اللي بالشارع اللي مش قدروا تأمن أكله اليومي يعني بالنسبة لحزب الله عم نشوف وكأنه الأساس هو المشروع استراتيجي خصوم حزب الله مش شايفين إلا صلاحه بهيدي المعركة وكأنه الناس جعاني من وراء هذا الموضوع ففي بعد كله وفي انفصال كله عن الواقع من خلال كيف عم تنقاض هذه المعركة الانتخابية حقيقة يعني إذا بدنا نبلش بحزب الله حزب الله دائما في لازمة بالواقع السياسي والانتخابي أنه مستهدف وبالتالي في كم من الأعداء الداخليين والخارجيين يريدون النيل منه كمشروع كحالي كإيطار في ناس وفي شعب وفي بيئة وفي حزب وبالتالي طبيعي أنه حزب الله واجبه أنه يدافع عن نفسه هو في موقع الدفاع هل يستطيع تحويل الدفاع إلى هجوم بضوء هذه الانتخابات كمان هذا حقه وبالتالي مسألة أنه دفاعه عن نفسه في تخلي عن أولوية إحساسه بالناس برأيي هون بنا شوية دقيق وإن كانت أنا لما بلشت معك هالحاكي أنا حكيت بشكل عام لكن بموضوع حزب الله بالذات يمكن أكتر طرف داخلي لا زال حريص على معركة البيئة لأنه هي جزء من معركة الدفاع عن نفسه هو حزب الله ورأعطيكي دليل حزب الله من لما دخل إلى الحياة السياسية وهو مستهدف جزء أساسي من وصائل الصد تاعته هي ناسه ناسه بأي معنى يمكن هن يكونوا تلات دوائر ردة هي المحاذبين بشكل مباشر مؤيدي المقاومة بالدائرة الأوسع والبيئة الشيعية العامة ومن ثم البيئة الوطنية من خلال تحالفاته وعلاقاته حزب الله دائما حريص أنه يخلي بالخطاب أولوي للناس بعطيكي دليل أنه كل الأمور اللي إلا علاقة بالناس اللي كانت تطرح على دائرة البحث بالمؤسسات الدستورية مجلس نواب مجلس وزراء وغيرها كان حزب الله دائما لازمت التحفظ أو الاعتراض رغم أنه أحيانا يكون مئتنع بالأسباب الموجبة لكن دائما حرصوا على الناس هذا محمي شارعه على الأقل من كل هذه الأزمة اللي عم نعيشها وفي نظرية اليوم بتقول أنه حزب الله شريك أساسي من خلال هذه الثنائية اللي هو ببعدة استراتيجة عم بفضلها على مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد اللي وصلنا نتيجة تراكمات 30 سنة لهذا المشهد فاليوم في خيار حزب الله رجع ثبت هذه الثنائية من خلال هذه الانتخابات يعني حقيقة كمان هون مهم لي عم تحكي لأنه هيدا يستخدم بالخطاب المعادي لحتى يوصم الحزب بهذه التهم حزب الله بالأخير بيقول أنا جيت على هيدا البلد وفي بهذا البلد توازنات وفي قوى سياسية حية وفي مشروعية لهذه القوى سواء كانت عائلات أو أحزاب أو طيارات وهيدا الأمر موروث منذ قيام لبنان وبالتالي أنا لم أخترع جديدا بهذا الواقع أنا جيت تعاطيت مع الواقع الموجود ومع مشروعية الناس الموجودة أما بموضوع الثنائي إذا بدنا نبلش هكي لأنه كمان حزب الله موسع إيطار تحالفاته من الإيطار الشيعي للإيطار الوطني مرورا بالإيطارين المسيحي والسني وهيدا جزء من قواعد عمل البلد مركب على أساسها أنا برأيي الأزمة مرنا بحزب الله الأزمة بطبيعة النظام الطائفي الموجود بالكرتل التاريخي اللي عم يسرق البلد بمجموعة هلأ كنا عم نحكي تحت الهوى نحن والشباب إنه الشعب اللبناني بكل أسف بمسؤوليه وقوات سياسية وتجار وجشعيه كله عامل دائرة مرتبطة ببعضها وكل واحد حاطت إيده بإيد التاني وعم يسرقه بس بالأخير في طبقة مظلومة هي أكثرية هذا الشعب وهي اللي عم تدفع الثمن صحيح أما القوى القابضة على واقع البلد وعمل لعب التخادم ما بين السياسي والمالي والتاجر والمسؤول هي عمليا لازالت تنهب البلد حتى هذه اللحظة وهن ما عملوا كابيتال كونترول من سنتان ونص لهلأ ست رتا لأنه لهلأ التجار اللي عم يستوردوا سواء كانوا سياسيين أو أبناء سياسيين أو شركة مع سياسيين الفاتورة اللي بخمس مليون دولار عم يستوردوها من بره عم يعملوها بعشرين بيزوروها بهالتريقة بيكونوا ظهروا عظهر الخمسة خمسة عشر وبالتالي الدينامية لازالت تعمل وعملية نهب ما طبق مين المسؤول عن هذه التي لا تزال تعمل ليش مجلس النواب ملتقم بثمنتعش تشرين وعمل الكبة الكنترول يا دكتور هذا سؤال مشروع أنا بوافقك عليه والكل شركاء بالمسؤولية أنا بقول لك لا الكل فيها شوية تعمية أنا بنيعشك أنا بأي معنى الكل أنا أنت عم بتحاولي تروحي على التفصيل أنا عم ناقشك بالواقع الأعام لأنه نحن منظلم وقع الأزمة وثقلة عن الناس وتداعياتها لما منجرب نربطها بطرف بعينه أو باسم بعينه قد يكون هالحدة بعينه على جزء من المسؤولية لكن واقع الأزمة وكارثيتها وسراعاتنا الداخلية من بعضنا مخلي هيدا الأمر ما يكون أولوي يريد والدليل أنه هيها الانتخابات فرضت حالة واقع وهاي الشعب اللبناني كله التهى بالانتخابات أين ترحي فيه؟ لما رحيك تشوف أنه هاي الانتخابات محطة في إطار الانهيار القادم المستمر وساعتها بتروح السكرة وبيبلش عدل إداع اللي عم بتقولهه كتير مهم لأنه كان على مدى سنتين ونص سمعنا أن هذه الانتخابات محطة مفصلية ضرورة قلب الأكترية من خلال هذه الانتخابات وإذا بتنقلب الأكترية بيرجع بيمشي حال البلد هيدا خطاب سمير جعجع هيدا خطاب 17 تشريم طبعا 17 تشريم شيطنة الطيار الوطني الحر أعداء حزب الله انتخبونا بيرجع الدولار عشوية ألف وخمسة عم بيقولوا هايك للناس لليوم بحديثك بفهم أنه هذا السيناريو صار كتير مستبعض والأكترية لن تتبدل ما بعد الانتخابات هيدا بيعني أنه الحصار باقي على لبنان وباقيين من سيء لأسوأ كانت السفيرة الأمريكية من ثلاثة أيام بزيارة أحد المسؤولين من ذوي الوزن بالبلد والاعتبار وعم تحكي أنه نحن ما عم نتدخل بالانتخابات ولا عم نمول ولا عنا قوى معينة بنحابيها ولا عنا غرف التحكم وجهها هو قالها صحيح بس الوقائع الموجودة بتقول أنه مش بس الأكثرية الحالية باقي بل ستثبت أكتر أكثريتها وأنه كل هذا أنتوا لكم حق تنفوه وممكن تكونوا عم تحكوا صحيح بس بالنهاية هيدا المسار والوسائل اللي اعتبدت فيه مش موصلة على محل لأنا بدي أقولك يا بي هيدا الإطار أنه استعملوا أعداء التيار الوطن الحر وأعداء المقاومة خطاب بالأشهر الخمسة الماضية أريد من خلاله خلق وعي وخلق مناخ يبين فيه الطرف الآخر أنه مش بس محشور ومتراجع وبالكاد عم يطلع صوته أنه لا الربح بالجاوبة بس أيها الناس انتبهوا شو بيّن من شهر لهلأ من لما فتنا بمصار الانتخابات من قلب المشهد كله كيف هون حتى نحط ثلاث عناصر حاكبي أول شي تبين أنه حزب الله وحلفاء كلهم قدروا رغم كل التباينات والصراعات الإعلامية القاسية اللي صارت أنه يعملوا حد أدنى من الالتئام بين بعضهم والانسجام مع لحظة الخصوصيات لكل طرف وبأمكن لها تركيب تحالفات ذي طابع وطني هاي من جهة من جهتين يتطرف الآخر مهم يا دكتور هالطابع الوطني ينسحب على كل الملفات يعني مش يكون منوء على كارت بس أنه نحنا طابع وطني معنا مسيحي ومعنا درزي ومعنا سني أنا مش هكذا أبداً هذا اللي أنت عم بتقولي عنه قد يكون طابع طائفي أنا برأي الطابع الوطني الذي تسيل فيه الطوائف في إطار السياسة الوطنية هاي أصدي أنا أنا ما في يقول أنه أنا بانظر لميشيل عون كإنسان مسيحي يا رأس الدولي أنا بنظر لميشيل عون بقيمته الوطنية الكبيرة بمنظومة المثل اللي بيحملها بداخله بتراكم تجربته لخلته يجي بالنسبة لإليه من موقع أختلف معه إلى موقع أؤمن به تشوف الفرق قد شوي كبير لدرجة سترتة ونحنا عم نرد على مسألة أنه مسيحي ومسلم وكذا ميشيل عون بالألفان وحداش قام بزيارة لغرفة عمليات المقاومة في الجنوب مع له بإطار جوابي حابب أعطي هالمثل وكانت يومتها حكومة الرئيس ميئاتي بالألفان وحداش قابة أو قوسين أن تتشكل عم بعطيكي بالزبط هو وعم بيزور غرفة العمليات بيجو بيخبروا أنه فيه ثلاث مسيارات للعدو موجودين بالجو وهي معلومة لأول مرة تحكى بيقولوله للرئيس عون أنه نحنا خوفانين عسألهم عمهلكم أنا ما بدي إياكم تخافوا على سلامة الشخصية أنا ابن تجربة وابن معرفة بهكذا مخاطر أنا بدي إياكم تخافوا على حالكم كمقاومين هذه هي الروح الوطنية لنحنا كلنا مطلوب أنه ننتمي لها هذه هي المقاومة بالذات لهاك تصرف الرئيس عون تجاهها لهي مستهدفة بهذا البلد هكذا نوع من الإيمان من المشاعر من التجسير من الطلاق هي اللي بتشكل أساس حقيقي لمعادلة وطنية هل أنا جبتلك الجواب من محل لن تتوقعي لا بس بدنا أشك هل كان حزب الله هو منه أكيد منه جميل هيدا شي تفاهم وطني ما حدا أقل له على التاني وما حدا أقل له يربح التاني جميلة فيه بس تضحيات ميشيل عون لأجل المقاومة اللي انعكست على شعبيته بمكان ما وشعبيته الطيار الوطني الحر نحكي القصص من دون كفوف هل بدلع بالمثل حزب الله ولا فضل عطول جانب الرئيس بري وهذه الثنائية يعني شو كان مطلوب بعهد ميشيل عون كان مطلوب نبلش ببناء هذه الدولة هل ساهم حزب الله ببناء هذه الدولة ولا فضل وحدة الصف لا انتبهي هون كمان حتى نكون أمينين لتظهير الواقع مثل ما هو أكيد لما الرئيس عون وقف مع المقاومة وقف لأنه هذه الوقف تمثل قناعة طبعا طبعا وتمثل فعل إيمان وبنفس الوقت السيد حسن نصر الله لما رفض سنتين ونص أن يتراجع للحظة عن إسراره على المرشح الذي يمثل الأكثري الشعبي والأكثري النيابي والمسيحي كمان كان عم بمارس فعل قناعة وبالتالي هذا باللعب السياسي ستريتا هيدا منه قدر على الميزان يقاس هيدا خيارات استراتيجية لما بتكون القناعة هي الخلفية تبيعتها إجباري بده يترتب عليها خسائر لأنه طبيعة البلد الصراع السياسي الموجود فيه أنا لما بدي أخذ خيار بدي أحمل تبعاته ونتائجه بالمعنى الإيجابي وبالمعنى السلبي لهذا الإنسجام وهذا الرسوخ ما بين الاثنين بعمق الإيمان بالتحالف ما عدر هذا التحالف رغم صعوبة الامتحانات وقسوطها وكم الأعداء الخارجيين والداخليين أنه يصمد لهذه اللحظة لهذه اللحظة وقد مضى عليه من 2006 إلى 2022 16 سنة صحيح أما مسألة أنه فضل الرئيس بري علىه أنا برأيي المسألة فيها بالنسبة لحزب الله بعد متكامل بأي معنى كما هو ميشيل عون على الصعيد الوطني حليف كمان نبيه بري على الصعيد الوطني حليف له حضوره له ثقله وإله دائما شرعيته الشعبية التي يستمدها من الانتخابات فما بالك أنه البيت الشيعي بالمعنى السياسي للكلمة مستهدف ولكي أن تنظري ما جرى ويجري بالعراق ولو أنه بدك تسقط النموذج على خصوصيات الواقع اللبناني لا تعرفي أنه لا في شغل جبار صار بالسنوات الماضية لخلخلة الدائرة الأصغر بتلدى واقر أساسية حزب الله متبنيهم بإطار واقع تحالفاته بالبلد أما مسألة بناء الدولة أنا برأيي نحن من 2005 إلى هلأ خليه للمرحلة السورية على جنب لأنه إلى خصوصياته البلد ولا لحظة كان محطوط على مصار سعود البلد على مصار نزول والصراع السياسي المتدخلي فيه عناصر خارجية وداخلية بعده مستمر وهلأ عم نخوذ الانتخابات مرة أخرى على قاعدة هذا الصراع وارتباطه بالخارج ولكن هلأ السفير البخاري راجع بهيدا الأسبوع محمل ب36 مليون دولار وباتصال بالرئيس السنيورة مبارح له طبيعة تمييزية عم بهني فيه بالعيد وببركة تمحظ الآن لثناء السنيورة جعجع بالمعركة القادمة ربطا بسؤال سألتي قبل شوي وهيدا بفرجيك بكل أسف أن الأولويات اللي إلى علاءة بإصلاح البلد ووضعه على السكة ولا يوم كانت حاكمة لدرجة أنه قدرنا وطنيا نجمع عليها لنحط خط الطريق بسبيلها هون خلينا نفوت شوي على تفاصيل المشهد الانتخابي وكونك حكيت عن السفير البخاري والسنيورة خلينا نبلش بهذا الموضوع قيل أنه نوف سلام ما خاض المعركة الانتخابية لأنه لمس لمس اليد أنه ما في ضوء أخضر صعودة للسنيورة وأنه حركة السنيورة هي نوع من تقديم عروض هذا التقديم العروض ما كان فيه له رد فعل صعودة لا سلبة ولا إيجابة هلأ حضرتك عم تقول لي أنه لا وكأنه البخاري يتبنى السنيورة هلأ هني عم بيجربوا المعنيين بفريق الرئيس السنيورة أن يروجوا هذا الأمر بهذه الطريقة أنا بين مسألة نوف سلام والرئيس السنيورة رح جاوبك بدقة نوف سلام لما إيجا كان عنده أربع موانع لقاها بتقييمه للوضع المانع الأول وضعه الشخصي وراتبه وموقعه بمحكمة العدل الدولي اتنين لم يجد هو مقدم حاله أنه أنا انطرحت لرئاسة الحكومة ليش بدي إيجي خوض معركة نيابة غير مضمونة النتائج وتمويلها غير مؤمن وخوض تجربة سياسية وط سأفي فيها دون ضمانات دون ضمانات ثلاثة واقع أزمة الطائف السنية بعد خروج الرئيس الحريري ما رح تسمح لحد يقدر يعبي هذا الفراغ حتى الرئيس السنيورة بنقاش تجربته هلأ رح نكتشف بسرعة أنه مش قادر يجاري سرعة واقع الأحداث عم يدعي أنه أسر الزمن ما أعطاه فرصة حتى التجاوب السعودي اللي حكيت عنه قبل شوي سقفه منخفض الرئيس السنيورة بس عم تقول لي جايب 36 مليون بلد هوا دي جايبهم السفير البخاري بموجب اتفاق نعم كان صار سابقا بدوا يصرفهم على المؤسسات الإنسانية بالبلد بإفطارات بدوا يعملها خلال شهر رمضان مثل دار العجازة مثل المقاصد مثل مؤسسات من هذا الإطار يمكن حتى أوسع من البعد السني شوي بدوا يوسع باتجاهات مسيحية وشيعية إذا قدر ضمن مصار تعلن فيه المملكة عودته إلى ساحة بيروت وبالمناسبة هون على الإطار الرسمي كمان لقاءات رئيس الحكومة بالدوحة مع وزير خارجية الكويت ومع القطريين يبدو أنه أسست جديا أيضا لبدء عودة الخليج إلى بيروت هذا الأسبوع اللي نحن هلأ بدنا نفوت عليه كمان ضمن مصار عم بيخفف من حدة التوتر وشفتي شو صار باليمن أنت أول مبارح وإن كان دون تقاطع علني بين الطرفين السعودية من جهة والمحسوبين عليها يمنيا وأن صار اللقاء وصنعاء من جهة تانية كل واحد من زاويته أعلن عن خطوة خاصلهم بالمضمون أنه عندنا هدني لشهرين وبناء عليه في بداية تنفيس بالأجواء العامة بالمنطقة لكن البعض بالانتخابات مصر على استخدام خطاب التحريض عله ينجح بقلب الوقائع التي نتجه إليها بشكل واضح وجلي ولا لبسة فيها هلأ الخليج يعود إلى لبنان لخوض الانتخابات؟ لا، لا، الخليج يعود إلى لبنان من موقع تجاوز المرحلة الماضية بس كيف نقال أنه بزيارة الرئيس مئاتي كونك ذكرتها أنه فوجئ أنه ملتقى الوزير بن فرحان أنه هذه شكلت ضربة قاسية لأله والزيارة وأنه هذا كانت إشارة سعطية أنا برأي الرئيس مئاتي ولا لحظة مثل ما أنا بعرف كان عم بفكر باللقاء مع الوزير بن فرحان لأنه هكذا نوع من اللقاءات لا تحكمها الصدفة ولا يحكمها المكان يحكمها التحضير لذلك بما أنه أصلاً هك مخرجات المملكة هي بدأت تتحكم بالتريقة اللي بدأت ظاهرة فيها وبقالياتها ولا لحظة برأيي أنا هكذا نوع من اللقاء كان وارد رغم أنه أنا قريته للخبر بالإعلام بالعكس هو مبسوط بلقاءه مع الأمير تميم ويبدو وهون الخبر المهم بالرواية للعودة الخليشية أنه ما يسمى بالدول المانحة للبنان بعد ما يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد يبدو أن هذه الدول تريد أن تدفع ضعفي أو ضعف ما سيدفعه صندوق النقد بمعنى أنه إذا صندوق النقد دفع لنا 6 هنا يريد يدفعوا 12 إذا هالكلام الإيجابي الواعد مع واقع جديد بالإقليم مع تخف بس ليش؟ أفواً دكتور إذا بتقل الإنتخابات حاصلة ونتيجها يعني ما فيك تغيير كبير بالمشهد يعني بنظرة الدول المانحة وبنظرة الخليج لا يزال حزب الله يسيطر على لبنان أنا عم بنقل وجهة نظرهم إذا بعده حزب الله عم بيسيطر على لبنان إنه شو هني بابا نوارجيين يعطونا ضعف ما سيعطيه صندوق النقد الدول رح جاءوا بك بمعلومة لما التقوا السعوديين والإيرانيين آخر مرة أو بالأربع لقاءات أربع جولات اللي صارت وطارت الجولة الخامسة بمقصلة الإعدامات التي ارتكبت بحق المظلومين الـ 41 وكان اللقاء بده يصير يوم الإربعة وأعلن عن الإعدامات يوم السبت السعوديين قعدوا إني والإيرانيين حكوا بنوع من أولويات الأولوية الإيرانية كانت للعلاقات الثنائية وبآخر السلم الملفات الإقليمية ومنا ملف اليمن السعودي شو قالوا للإيراني اللي بلي المقت الأولويات وخلينا نبلش باليمن وآخر شيء القنصليات اللي بس ننجز ملف اليمن كلها بتصير تلقائية بتنحل الأمور لاش أعطيتك هالمعلومة أنا لأخذ قاعدة لرد عليك إنه بالأخير عارفين السعوديين شو حقيقة وزن حزب الله بالبلد وعارفين موازين القوى الحقيقية وهن يعانوا خيبات عمده أكتر من 17 سنة بالمواجهة مع حزب الله والإستاذ حسن أيوب بموقع 180 بيكتب مقال يوم السابق بيقول إنه الرئيس السنيورة لما راح يلتقي مسعول السعودي لتقى زابط اسمه أبو تركي بالمخابرات السعودية لحتى نحن وعلما إنه بهيدا المقال في ذاكرة عن ما صار بالبلد إلو علاقة بالرئيس السنيورة وخياراته ممكن يستفيد منه الإنسان لقراءة المرحلة الآدمة وظروفها في طرفين متخبطين بالداخل راحوا ركبوا تحالف اللحظة الأخيرة ليعملوا وزن لكن عم تجي خيبة الوقائع بالإقليم وخيبة الوقائع بالداخل عم بتخيب لهم أملهم أما ليش هلأ بدوا يدفعوا مصاري بالأخير هيدا البلد انهياره النهائي والتشضيه هو ضرر على الجميع وكارثي على الجميع لأنه هذا لبنان سواء كان فقيره متشضي موقعه مهم وسواء كان متلاحم وعم يعرف يدافع عن مصالحه موقعه مهم سنيورة جاجة ركبوا ليحة بجنوب بجزين تحديدا عم نحكى عن هيدا الليحة المشتركة بس نحنا طيلة الأسابيع الأخيرة سمعنا كلام عن رفض كل للشارع السني لأي تعاون مع سمير جعجة حتى هالشي دفع وليد جملات يطلع بالبقى على الغرب مية بالمية بالبقى على الغرب كيف عم تركب هيدا الليحة فأذن بجزين أنا يعني رأيي الشخصي في محاولة من خلال هذا التحالف إلى هدفين أكيد الهدف السياسي واضح متفقين كل حركة الرئيس السنيورة الأخيرة ارتكزت على هدف وحيد أن يحاول أن يقتنس الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري أما الدكتور جعجع مضبطة الاتهام والإحساب المفتوح بينه وبن سعد الحريري هذه الانتخابات النيابية هي أحدى محطاته وبالتالي جمهور الحريري المباشر بدش أقول الجمهور السني وعمم لازال حتى الآن على عنف وينه بهذه اللحظة بموضوع الحريري هيدا الأمر تجلب لبقى على الغربي لأنه محمد الأرعاوي اشترت على وائل أبو فعور وعلى وليد جملاط أن يفك التحالف مع القوات هيدا الأمر تجلب زحلي لحد هلأ صاروا مستهلكين القوات أربع محاولات سنية متتالية بلشوا فيها بمحمد علي ميتة بعدين واحد تاني من أهل ميتة هلأ الرئيس السنيورة حللهم ياها اعطاهم بلال لحشيمي للقوات على هذا المرشح يؤمن لجورج عقاس حاصل وحيد بزحلي يبدو أنه بعده عم بيقرب علياه بس بعد ما وصله هذا بعدين بتبينه النتائج أما بموضوع جزين جزين إلى مجموعة خصوصيات أول شي هي ألعى مسيحية للطيار واحد عظيم بس عفوا عفوا بدي أسألك سؤال بمتكفي لي ولو قطشتك طالما فيه اعتراف بالمكون المسيحي وأنه هو الجزء الأساسي من المكون الشعبي بس هيدا ما بين في إن إبراهيم عزار إليه شرعيتي عرفت عن شو بدي أسألك طبعا سبقت علي أكيد لأنه لا مش طبيعي مش شرعيتي إبراهيم عزار مش نبع بس مع تحالفه مع الرئيس بري أو مع حركة أمل نبع من شرعية حقيقية موجودة بقلب جزين لأنه لا يكفي الصوت الشيعي لحاله لا يجيبه للمحامي عزار لذلك كمان هون لا يكفي بس هو يكون الكف المرجح على قلقه لأنه الصوت هو الفعليا الصوت المسيحي لحاله لا يكفي مش ما رح يخلف أنا أبلان مثل ما بدك تمزجيهن مزجيهن لا هي الخلطة تختلق كمان كمان حتى مرشحي الطيار بثقلهم والإستاذ أمل أبو زاد بالذات كمان إلون مقبولية بقلب البيئة الشيعية بمنطقة جزين وبالتالي هيدا المفهوم التكاملي هو الأساس هلأ مش العودة للحظة بعدين فيتهموني أنه عم نخرب جو الناخبين لا شو عم نخرب مجزين مخروبة مخروبة يعني مجزين خلاص يعني ما في تحالف انتبهي بس بعد في جزئية لموضوع الرئيس السنيورة وجعجع هو أنه المرشحين حسن شمس الدين ويوسف النقيب لهني أصلا تاريخيا بيجو البيئة الحريرية رغم أنه طلب منهم الرئيس الحريري أنهم ينسحبوا وصار فيه سعي لهذا الأمر الرئيس السنيورة حرّضوا على عدم الانسحاب بالمقابل لأحة عبد الرحمن الزعتري وأسامة سعد عبد الرحمن البزري وأسامة سعد عفوا مشغول بالنا ابنبيل الزعتري لأنه مرشح على اللأحة كمان بدأت نعلن اللأحة بعبوك بناء على هيدا الثنائي بمشروعية صيدة ثنائي حاضر وقوي وبالتالي كل هيدا عم بيخلي الرئيس السنيورة يبعث بقلب صيدة رسالة ويعطي فرصة لحضور قواتي ضعيف بجزين أن يسترق أحد الحواصل يمكن عم بيحاول على الكاتوليكي ما بعرف إذا عنده مرشح كاتوليكي وبنفس الوقت عم يبعثوا رسالة سياسية بس هون الشارع السنة بيقبل يعطي أصواته على لاحة بيتحالف فيها السنيورة مع سامير جاجع ومرشحي سامير جاجع اللي بيطلع وقال أنه هن مستقلين آخر شيء بسنديق الاقتراع لأنه إذا بنا نقرأ مروحة الخيارات بكل الدوائر اللي صار بعكار رح يخسروا حاصلهم بعكار لهلأ النائب ويه بيقاطيش عم يسر اللي صار بالبقاء على الغربي بأكتر ممن طلش اللي بده يصير بالدائرة لو الشمال التالت بالأقضي الأربعة هو الأربعة خمسة آلاف صوت سني رح يكون دور أساسي جدا بلعبة ضبط التوازنات فما بالك أنه الرئيس سعد الحريري بالألفان وثمنتاش وزعهم بدقة ليكون وفي لكل علاقاته وتحالفاته يعني ما أعطى بس الوزير بيسير والطيار حتى أعطى سليمان فرنجية وقتها وبالتالي هون كمان بنا نترقب كيف بده يعبر الصوت السني عن نفسه حركة السنيورة تزعج بشكل كبير سعد الحريري وصلت الأمور إلى حد على الأقل هيك نكتب أنه الرئيس سعد الحريري كان عنده ممكن يكون عنده موقف علنة ممكن حتى يتجه إلى مقاطعة الانتخابات ودعوة الناخبين للمقاطعة وإن كان جوه بينفي هيدا الشي وأنه لا يستطيع دعوة الناخبين للمقاطعة هو بس في يحكي مع الملتزمين بطيار المستقبل بهيدا الشأن توصل لهون بين الرجلين خلاص انك أسر يتجرى بينهن أكيد وهيدا واضح لالوب سفير رئيس الحريري بهالفترة عم بعيش انفراجي مالية الحمد لله تابع شغله لأول مرة وبلش يسكر المتطلبات اللي كانت متراكمة عليه من الماضي مثلا كان عنده متطلبات إلى علاقة بموسكو سكرها وهلأ فيه متطلبات ببيروت من مرحلة الالفان وثمنتعش وميتاليها عم بسكرها وهلأ بشراكته مع الأمير طحنون مستشار الأمن الوطني فيه مشروعين كبار عم يعملون هو من الباطن الدراسي واحد بمصر واحد بالجزائر وبالتالي هيدا بفرجي أنه الرجل بلش شوي على الأقل من الزاوية المالية يتنفس أما بموضوع والله كنا عتلانين هموا يا دكتور للأمانة للحقيقة يعني بعد كل شيء صار بهالبلد كان بعد عنا بس هم صعد الحالي هذا جزء بالآخر من لعبة السياسي تنشوف أما بموضوع علاقته بولي العهد السعودي تمنوا على الإماراتيين وتحديدا الأمير طحنون أنه معت تطرح مع ولي عهد الإمارات هذا الموضوع تركه لوقته لظروف وهو متبني وبالوقت المناسب يسعى لمعالجة الأمر خاصة أنه إعلاديون متراكم بالمليارات على ما تبقى من شركاته وكله صرعة اسمه شخصي واللي عم بيطالبوه فيه لأقوله بدعة ليلحقوه على اسمه أنك أنت بشركاتك تاريخيا تخلفت عن دفع الزكاة وهيدي الزكاة عم بيحزبونه إياها بمليارات ريالات طبعا هذا جزء من الوضع السياسي بالأزم الموجود أما بجواب على سؤالك الرئيس السنيورة بذل جهود استثنائية لكي يقنع سعد الحريري بأن يكون هو محله وهذا الأمر صار فيه ماراتون من اللقاءات جزء مننا بينه وبينه صار بأبو ضبي لقاءان وهون لقاءان رئيس الحريري كان آسي وزجري برفض هذا الأمر وبصوت عالي وقطعي واحد اثنين حتى إطار رؤساء الحكومات السابقين كانوا أكثر وفاءا للحريري وتحديدا الرئيس مئاتي والرئيس تمام اسلام بينما تبين أن الرئيس السنيورة ينزع نحو حلف مع سمير جعجع ضارب بعرض الحائط كل تاريخه الوطني والقوم الذي يدعيه وتصوري لما اختير السنيورة أول مرة لرئاسة الوزارة وراح التأى سماحة السيد حسن نصر الله مع مصطفى ناصر وهي بالمناسبة كاتبة كمان الاستاذ حسن بموقع 180 بالمطالعة اللي اميلا قدام سماحة السيد ركز على دوره القوم العربي يبدو أن القومية العربية بهذا الزمن الكود تتعه بالتحالف مع قائد القوات فهذا يترك للجمهور والناخب أن يحكم هنا عندي سلسلة أسئلة انتخابية مصطفى علوش تخلى كمان عن سعد الحريري ولا مثل ما هو بيقول هو بيقول أنا كل هذه الحركة اللي عملتها كرمال سعد الحريري لمنع استفراط حزب الله بالشارع السن لأنه اليوم الشارع السن عم بيفوت عليه حزب الله كان هو برأي مصطفى علوش كان عنده كتلة اللي سميه سنة تماني أدار بالانتخابات الماضية هالمرة أي انكفاء للمستقبل رح يحصده حزب الله بهذه المناطق فهو بيعتبر أنه لا عم بقدم له خدمة لأسعاد الحريري أولا شرعية طيار المستقبل كحالة سياسية كطيار ولد ولد كحاضن لخيار الحريري وليس كحزب سياسي أتى أهل الحريري وتسيدوه في فترة من رحم وجودهم بالسياسي ولد الطيار وبالتالي ما فينا نناقش كلام مصطفى علوش لنعمل فيه توازن مع موقف الحريري لأنه الأصل بهذا الأمر هو ابن الطيار وابن مؤسس الطيار بالمنطق أما كلام مصطفى علوش فليس من حالي تبريرية لتموضعه الحالي مع كل الاحترام للي هو بمثله رئيسة أكتر أصلاً لأراده من لحظة خروج الحريري تخفيف الحملة عسامير جعجع بقلب الناخب عن طيار المستقبل وبقلب البيئة السنية بشكل أساسي كانوا ثلاثة أن الرئيس السنيورة يساعده مصطفى علوش وحدا ثالث ما بدنا نسميه حتى ما نكون عم نسيء بالشخص بس هوا تنم معروفين وهن من الأساس سعوا وقاتلوا لاستقطاب مجموعات إقرأ وليد البعريني والمجموعة اللي معه مصطفى سليمان وغيره ما قبلوا بعكار أن يسيروا بهذا الركب وبالتالي هن بهذا المنطق السياسي عم بيبرروا موقف قدام حالهم وليس فعلا هذا عكس للواقع الموجود عظيم نحكى أنه أصلا لنا أسابيع منشوف تجاذب بين القوات والحزب التقدم الاشتراكي بتشوفه عليه ترشح شارل عربيد سارع الاشتراكي إلى تبني ترشيحه عن المقعد الكاتوليكي القوات عندها مرشحة أو تبنت مرشح الأحرار ودعمته لهذا المقعد صار الخلاف قامت الدنين نحكى عن فك تحالف بلش النائب جورج عدوان يعمل جولات ويمهد ربما لهذا الأمر على أساس بركة طرينا نرجع نعمل الليحة وحدة فجأة نمنى نمنى لأين الوزير أبو فعور بمعراب نسحب المرشح شارل عربيد نحكى أنه هذا نتيجة التدخل من المملكة عبر السفيرة البخاري شو صار؟ حقيقة ما في شك أنه الزعامة الجنبلاطية مأزومة وحسابات وليد جنبلاط بهاي الانتخابات هي تعاطي مع خمس مقاعد مضمونة من كتلته الحالي تيمور جنبلاط مروان أحمد هادي أبو الحسن وائل أبو فعور محسوم وائل أبو فعور هني عم يتعاطوا هني عم يقول وليد ليش حزب الله لن يخد معركة وائل أبو فعور معركة إسقاط وائل أبو فعور هلأ من نحكي عنه وهلأ من نتذكر من هو الخامس هو عارف أنه مقعد بيروت مهدد وفرصة أنه يطير احتماله كتير على هادي أبو الحسن بعد فيه واحد من الخمسة بعلاي أكرم شاي بناء على هاي الحسابات بدون أوهام وبواقعية أزمته الكبرى هو أنه تحالفه مع سامير شعشة إجا أمر واقع واضطر بعد 48 ساعة من إطلالة الرئيس الحريري يطلع هو مع إحدى المحطات المحلية ويعلن انقلابه على سعد الحريري وغسل إيده منه بعد 48 ساعة ضاربا بعرض الحائط كل هذه الشراكة المدعات إذا بدك بناء عليه دفع سعوديا إلى حظن سامير جعشة وكل العالم تعرف أنه حتى التمويل بهذه الانتخابات ينطلق من معرأة للكل وبالتالي سامير جعشة كيف تمويل ينطلق من معرأة يعني الذي يقود المعركة سعوديا ومكلف فيه هو سامير جعشة بكل تفاصيل بس كيف حضرتك أكيد أنه عم يجي تمويل سامير جعشة عامل السعودية وخبرنا أنه عايشين من معاش النائب ستريدة جعشة أمر مع ستريدة الحزب الوحيد الذي استمر على مدى السنوات الماضية بتلقي مبلغ محدد من المملكة العربية السعودية سنويا هو 5 مليون دولار هو هذا الحزب وبالتالي هيدا ما صار بقي إنسيابي يعني 60 مليون دولار بالسنة 5 مليون دولار شهريا شهريا ضمن قدرة تنظيمية على التحكم إلى طابع أمني موروث ضمن أيضا مال اغترابي عم يجيوا ويعرف يستفيد منه وحطوا على جنب ويوظفوا ضمن مسارات بقيوا خاضرين طبعا على القاعدة الخطاب التعبة والمشهور اللي انت حكيته إنه هذا الثنائي ميشيل عون والسيد حسن نصر الله فخامت الرأي محفظ الألقاب هيدا هو اللي جايب للبنان الانهيار والفقر بناء عليه وليد اضطر أن يقع في الحضن القواتي عنده معهد نعمة طعمة تاريخيا المعهد الكاتوليكي الزلمي كبر بالعمر ما بده يخسر لهيدا المقعد ضمن أي سفقة هذا الأمر اضطر الآن أن يقدم تنازل مر وتخلى عنه مرغما بظل عوامل الضغط كلها لعرى رأسه والعامل السعود كنت عم تقول لي مقعد واقل أبو فعور مضمون بالحسابات الجنبلاتية بس اليوم في مقاربة بتحكي أنه لا هو مهدد وأكتر من مهدد في حال أراد حزب الله خوض المواجهة مع وليد جنبلات ساعتها اي مقعد اللي بقى على الغربي بطير هلأ يعني الأمانة ما في هيك قرار حتى يعني النائب المستقبل مروان خير الدين بحاصبية مرجعيون كمان وليد جنبلات فيه نوع من الشراكة السياسية والرجل طبعا الثقل الأساسي كانوا السنة يدعموهم لتبرير استجلاب الأصوات السنية هل اقتنع الناخب السني فعلا بهذا الخيار هل لازالت قدرة التجيير لدى محمد الأرعاوي بعد ما طلع الحريري من المشهد هي نفسها مثل الالفام وثمنتاش هل قوى حزب الله وحلفائه والسورية والتيار الوطني الحر وكل هؤلاء بعد وعلى رأسهم حسن عبد الرحيم امراد لازالوا بنفس الكتلة اللي كانت بالماضي ولا زادت هلأ بظل موازين القوى الوطنية واقع الصراع بالمنطب أيضا في كذا مشكلة عند تماني آذار وحلفائهم بموضوع توزيع أصواتهم التفضيلية لأن الرئيس الفرزلي موجود على اللاستا حج أبلا أبلا موجود على اللاستا مرشح الطيار موجود على اللاستا لذلك فن توزيع الأصوات التفضيلية في هذه الدائرة له طابع رخامي يعني بده حسابات دقيقة جدا لتقدر تستفيد من الفرصة إلى الحد الأقصى بين هذه الحسابات وبين محاربة أبو فعور هكي عم جاوبك أنا هون المسألة علما أن المرشح طارق الداود ذي مصداقية وعنده أصوات درزية تاريخية بالمنطقة ألفين ثلاثة ألف سوط وبالتالي هو حالة تحدي أيضا بإطار المعركة المكاعد الشيعية السبعة وعشرين مضمونة بالكامل ثلاثة أسقف قلت معكم هلأ أبأكد عليها السبعة وعشرين الشيعة أول سقف تلاثة واربعين النص إدواء تلت البرلمان تاني سقف اتنين وسبعين وما فوق أنا قلت المرة الماضية خمسة وستين زائد اتنين وسبعين وما فوق هي السقف الثالث بإطار المعركة نكتب كتير عن هاي اتنين وسبعين وما فوق أنه حزب الله يسعى لهذه الأغلبية بنتائج الانتخابات لأنه يريد أحكام سيطرته على لبنان وهذا عنوان عريض عم ينعمل عليه معارك مش بس على حزب الله على حلفاء حزب الله يعني بيطلع سامير جاجع بيقول كل صوت للتيار الوطني الحر هو صوت لحزب الله وهذا الشي ممكن يشكل نقزة عند العالم هايدي محاولة تلاعب خبيث بنفسية الناخب هايذا مناخ تحريضي للأسف بس ببلادنا يستخدم التحريض كوسيلة لسوق الناخب إلى سندوق بكل أسف مش البرامج والشعارات والقدرة على إنماء البلد لذلك حزب الله يسعى للسيطرة ليش وهو حزب الله لحاله ما صار كذا مرة سمحت السيد حسن نصر الله يطلع يقول الخصوصية اللبنانية تفترض أن نسع بعضنا جميعا وبالتالي حزب الله وحلفائه مش يسعون للسيطرة على لبنان يسعون للفوز بالانتخابات للإمساك بالقرار السياسي بالبلد هايذا هو التعبير الصحي خاصة هاي برأي الخصوم سيؤدي الإمساك بالقرار السياسي بالبلد أو استمرار الإمساك بالقرار السياسي قلت حزب الله وحلفائه سيؤدي سيؤدي إلى تمديد الأزمة الحالية إن كان مع دول الخليج وإن كان مع المجتمع الدولي الحصار مكفى الجوع مكفى لانهيار إلى مراحل أسوأ وأسوأ هايك عم بيتصور المشكلة على كل حال واقع الأزمة العميق بالبلد معروف إنه مرتبط بما هو أبعد بكثير من هذه الأكثرية أو عدمها طبعا اللي عم بيصير بالإقليم ست رتا عم بيحلحل هايذا المنطق ويمكن يبلش شوي شوي يخسروا الإكسباير تيعده ليش؟ لأنه لما بنشوف شهران هدني باليمن بملف هالأد كان معقد لما بنشوف الرئيس الأسد بأبو طبي وغير من حركة بعضها منظور مبارح سلطان عمان كان عم يحكي هاتفية مع الرئيس الأسد وبنشوف إنه الخيارات الاستراتيجية لحزب الله وحلفائه في المنطقة قد ربحت وأمريكا رايحة بحسابات خاصة ما بعد أوكرانيا على رؤية جديدة للمنطقة أو للعالم صار فيه وائعية هلأ أنا بدي خبرك بس عن شغلي بتثبت هذا الأمر لقاء صار بلو أيام قليلة بالسفارة البابوية بنوافد من حزب الله وبين السفير البابوي كانت فيها الأد المقاربة فيها تجاوز لكل هذا المنطقة التحريضة حقائق السياسي كانت هي عم تفرض نفسها موقع حزب الله التمثيلي بالبلد واحترام الفاتيكان لهذا الموقع كان أساسي بالنقاش فما بالك أنه ننتظر قريبا استقناف اللقاءات والحوارات بن بكركي وبن حزب الله وهيضا الأمر طابطوا عندي بكركي بعد آخر محطة صارت باللقاءات أكثرها كان غير معلن وبالتالي كل العناوين التحريض والمغالات والاختلاف بالفترة الآن إن شاء الله بنوضع جانبا وبنروح على البحث جديا كيف يجب أنه نرفع البلد من حالة الانهيار إذا صح هذا الكلام اللي حضرتك عم بتقوله أنا عم بحكي معلومات إذا ترجمت هذه المعلومات لأنه أوقات تعرف بيصير شيء باللحظات الأخيرة بيطير كم مشهد بأي شيء بيقصة عودة اللقاءات بين بكركي وحزب الله شو رأي عمل الرئيس عن دقيق بالفترة يعني هيدا يثبت زيف الإدعاءات اللي طلعت والحملة الكبيرة اللي عملت على رئيس الجمهورية من بعد زيارة الفاتيكان وأنه هو عم بيروج لحزب الله بالفاتيكان وعم بيبيت صورة حزب الله طلعت الفاتيكان سيبقتنا بهذا الموضوع رئيس الجمهورية على رؤوس الأشهاد عمل مقابلات مع أهم الصحف الإيطالية بقلب روما بقلب روما وما تمثله روما عم يحكي فيه قناعاته الوطنية والواقع السياسي الحقيقي وواقع التمثيل الشعبي وبالتالي هيدا الجرأة من ميشيل عون عم بيوصف فيها واقع حقيقي موجود وبالتالي أنا أصلا أعطيتك هذه الأجواء لإلك الأمور بمحل تاني غير ما يروج لإله الخطاب التحريضي والتخريبي بالبلد بعد عندي سؤالين خلص خلصنا باعتقد موضوع الانتخابات إلا إذا في شيء بعد بتحب نحكيه انتخابيا لأنه بعد عندي الملف القضاء ملف قد الانتخابة وأكبر أنا يعني أشبعنا موضوع الانتخابات بس بس بموضوع بيروت بموضوع بيروت ومحاولة البعض ليخلقوا مناخ عم بيضخموا في الأهداف المرتجرة عم بيقولوا حزب الله يسيطر على بيروت اليوم بعد انكفاء المساعدة في معادلة ستري أول شيء جهد الرئيس السنيورة ليعمل شيء وازن يقدر من خلاله يعمل صدمة وأنا برأيي إلى حد بعيد لم ينجح واحد اتنين وجود إرث للمستقبل ببعض اللوائح الأخرى والعائلات البيروتية وحركة أحمد هاشمي المحسوب على سعد الحريري والمؤثر جدا بطريقة جديدة كلها بتفرجي انه الرئيس الحريري غاضب ورافض لخيار الرئيس السنيورة ثلاثة قديش بترتفع نسبة الاقتراع شيء وقديش بتنخفض نسبة الاقتراع شيء حزب الله ببيروت مع حلفائه يسعى للعمل على ثلاث مضمونين أربعة إذا نسبة الاقتراع السنية منخفضة سونامي بتوصل لخمسة إذا كانت نسبة الاقتراع البيروتية ما دون العشرين خمسة عشر بالمئة وبالتالي هي وقائعة تخليقها طبيعة اللعبة الانتخابية وطبيعة الآنون أيضا هذه شواهد بتعبر عننا ترابلوس بتعبر مصطفى علوش مترشح علنا مع القوات ومع الرئيس السنيورة بحلف مواجه للرئيس ميقاتي لكريم كبارة ابن أبو العبد كبارة وكل هذه الأسماء لإلى تاريخ ترابلس العريق وبالتالي العالم بدأت تعبره بدأت تنتخب حسب قناعاته ومن يتأثر بالتحريض ومن لا يتأثر هذه المقارنة قضائيا في بدأت أختم بملف القضية غادعون وحاكم مصر في لبنان ورجأ سلامة وكل هذا الملف بس قبل الإدعاء على رئيس حزب القوات سامير جانجع هو فقط بسبب هذا التصريح لأستاذ أعرج حاول أنه اتقى أحد المسؤولين طبع نمور الأحرار إيه ولا في شيء تالي حقيقة أنا منذ انتهت الأحداث الأليمة بعين الرماني الطيوني في شخصية ذات طابع أمني عسكري مباشرة بعد انتهاء الأحداث زارت بكركي وأبلغتها بحقائق حول مضمون التحقيق الأول اللي كان أجرها الآضي ومعروف يومتها أنه كان في حرص من بكركي في تلك اللحظة على سلامة الدكتور شعش هيدا ليومتها هذه الوقائع وضعت بن إيدون برأيي أنا منذ تلك اللحظة وقبل ما ينتقل هذا الكلام كان التحقيق عارف وانهوي حقيقة التورط والمسألة تتجاوز الكلام الإعلامي والتصريح الإعلامي والوشوش إلى وقائح حاكمة إلى طبيعة أمنية ميدانية ومن يعرف القاضي عقيقي جيدا وبيعرف منائبيته وبيعرف قدش هو يوفي لقنيعته قاضي بيعرف أنه هكذا نوع من الكلام لا يكفي ليأخذ بالقريني إلى هذا المستوى لذلك المسألة إلى حقائق وموجبات كبيرة جدا بقلب أسرار التحقيق بس هيدا رح تبقى أسرار التحقيق بيظل الحمايات الطائفية بهذا البلد وبيظل التشنج السياسي اللي بيخلي أي إجراء قضاء يصير بحق سمير جعجع يعتبر جزء من العملية الانتخابية وأنه في محاولة لكسر سمير جعجع قبل الانتخابات مثل ما طلع جو القوات وقال هني بدون يستعملوا منطق سياسي دافعوا فيه عن حالهم خاصة أنه هني محشورين ومضطرين يبرروا وفيه دم بالأرض فما بالك أنه فيه ذاكرة فيه ذاكرة وهون الأهم وأنا لفتلي نظري اليوم ما قاله للإستاذ حسن أيوب أن الدكتور جعجع استشير في حينه بسجنه بموضوع التحالف الرباعي وباركه هي أول مرة بطلع عليها لهذه المعلومة الدليل أنه الزلمي كان عم يعطي رأيه السياسي منذ ذاك الوقت أنا كل هيدا المسار بالأخير أكيد تشمع قولنا عمل تحالف الرباعي ظاهر كائن خماسي عشان هيك نحنا عم نستشهد فيها للرواية وإن كان مضى عليها الزمن إلى أسبابه وظروفه بس نحنا بالأخير عم نخاطب نحنا وياك رأي عام عم يسمعنا حتى نحنا نكون مقنعين بملف الحاكم حاكم مصري في لبنان هل يطير الحاكم بإقالة باستقالة بوضع بالتصرف بأي إجراء بحقه يعني الضاق الخناق كثير على الحاكم مش بس داخليا بالإجراءات القضائية الأساس هو القضاء الخارجي والداخلي والداخلي طبعا بس أصدق يعني لأنه البعض بشكك بالقضاء الداخلي وعطول المعزوفة زيتا قضاء مسيص هيا في خمس دول أوروبية حجزت على أصول بيقولوا أنه هي ناتجة عن طبيض أموال عم نحك بمئة وعشرين مليون دولار في ملف مفتوح بثلاثمية وثلاثين مليون دولار رجاء سلامي موقوف لا يزال موقوف حتى اللحظة في تسوية لكل هذا الملف ولا لا رأي مكفى للآخر وكيف بيخلص حقيقة منذ كلف الرئيس مئاتي بتشكيل هذه الحكومة في نياش مفتوح هو والرئيس عون حول هذا الملف وحتى مع لحظة التكليف تم التطرق للأمر بحينه واتفق في حينه على ترك هذا الأمر للحظة إلى علاءة بالظروف ومرور زمن معين بالفترة الأخيرة أنا موافق أن هذا الملف دخل بمنعطف منعطف المرة الهوامش فيه المتاحة لحتى يصير فيه تسويات أصبحت ضيقة جدا فيه حقائق حاكمة صارت موجودة المسار اللي راحت فيه الآضي عون واللي وصل عند الآضي منصور بلش يفرج عن وقائع وإن كانت بعدها بإطار الشبهة حتى الحجز بتصور الحجز بأوروبا له طبيعة احتياطية لحد هلأ لكن الأساس شغلتان نحن وعم نجاوب بصراحة الأساس هو الغطى الأمريكاني هالحاكم واللي هو برأيي أنا الأساس كفة هيدا الغطى يعني كنا مشوفها الإجراءات الأوروبية لو فيها الغطى ما هي على ينقاش هلأ يبدو هون أنا هلأ عم بحكي صورة خارج التحليل يبدو أنه لأ وصلنا لمحل هيدا المسار بدو يخلق واقع جديد لكن هيدا الواقع جديد لن يكون إلو علاقة لا بحارس قضائه ولا بتولي النائب الأول للحاكم بل سيكون بالاتفاق على حاكم جديد النقاش اللي عم بصير هلأ هو أول شي التفاوض مع صندوق الناد نحن بعدنا بقلبه ويبدو في ضغط من الأمريكان سيراءة نائب وزير الخزاني اللي إيجا أو مجموعة التاسك فورس وإد جابرييل واللي موجودين هم بدون هيدا الاتفاق يصير قبل الانتفابات لأنه يمكن بحساباتهم هن معتبرين أنه قد تكون هناك صعوبة أن تشكل حكومة بعد الانتخابات وهيذي خطوة أساسية هن ناظرين له بمصار إنقاذ لبنان أو عدم اغتطامه عم نحكي من وجهة نظره وبالتالي لأنه الحاكم موقع هالأد مركزي بعملية التفاوض اللي عم بتصير ومسألة الأمان والشكل والمضمون يمكن مطلوب أن نتقطعها المرحلة نقطعها المرحلة بس ليش الاتفاق على بديل؟ هو شيء هين شيء بريد؟ لا منه هين بدوا تفهم وأوساط مئاته نفيت أنه انكتب بجريد الأخبار يوم الخميس أو الشمعة الماضي أنه رئيس الحكومة نجيب مئاته عم بيشوف شخصيات رول أبراهيم مرشحة لخلافة الحاكم أوساط مئاته نفيت هذا الخبر جملة وتفصيلا وهيدا يعني أنا مثل ما أنا بعرف أنا ما بدي أنفي رواية الجريد دي بس مثل ما أنا بعرف من أصحاب الشأن أنه هو ما وصلت الأمور لحد أنه عم بيشوف شخصيات بس الأمر مفتوح للنقاش بينه وبان فخامة الرئيس وهيدا متفقين أنه بدوا تفاهم وطني يعني الآخرين بدوا يكونوا على بين منه وعلى تشاور إذا بدوا يصير لكن حتى الآن هذا الأمر ضمن هذه الحدود حديث عن أسماء أنا مثلا كم منحكى تاريخيا بسامير عسيف سامير عسيف هو ما بده كم منحكى بجهاد أزعور جهاد أزعور عنده موقعه بسندوق النقد بعدين جهاد أزعور بسياسة سلموا السنيورة أحسن محسوب عن رئيس السنيورة وبالتالي هذا الأمر بعد ما أخذ دينامية تظهير لوقائع هالأد قريبة بس جديا المقاربة في هذه اللحظة مقاربة مختلفة أنا أبدأ أشكرك كثير على حضورك معنا دكتور واسيم بازي الباحث والمحلل السياسي شكرا لإلك شكرا لإلكم مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لإشتركوا في القناة شكرا لإشتركوا في القناة